يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة مبارح والدنيا لسه سخنة شويتين تلاتة قلتلكم الموضوع بتاع صلاح وليفربول ويجي المعسكر بتاع دبي ولا لا او مصاب ولا لا او الحكاية دي هتخلص بسهولة ويسر بلاش نجود وبلاش نكبر الموضوع هيبضل صلاح هو اهم لاعب في تاريخ كرة القدم المصرية هيبضل الكابتن حسام حسن هو افضل مهاجم في تاريخ الكرة المصرية بجانب انه الموديل الفني حلال لمنتخب مصر الاول فيش خلاف مفيش مشكلة مفيش ازمة ومفيش حتى زعل هتقولي مفيش زعل هقولك اه ممكن مثلا مثلا يعني كابتن حسام حسن هو بيحاكي السلام دفكاء الكلمتين عن صلاح صلاح ده لعب محترف لعب كبير لعب عالمي ففاهم انه الناس اللي همتعب في لسولات تحليه ممكن احيانا ينتقدوه بالمناسبة يعني بالمناسبة صلاح وهو اللعب في البريميل ليج هو قاعد بلعب في البريميل ليج فيه ناس قاعدة في الاستوديوات في البريميل ليج ريو فرند مثلا ينتقده جيررد نفسه ممكن ينتقده واسطورة ليفربول هو الاخر جيمي كارجر وكمان استورة ليفربول ينتقده عادي لما بيقابلوه مثلا في عرض الملعب بتعرفين في استوديوهات بتحصل كده في بعض القناة العالمية وفي عرض الملعب بيسلموا على بعضه عادي والدنيا سهلة فهو فاهم انه الناس ويقعدة في الاستوديوهات ممكن تتكلم زي ما هي عايزة سواء صح أو غلط رأيهم ده كان صواب ولا خاطئ ما تعادي احنا اللي بننفخ في النار بدون ما نقصد الحق ده في مشكلة ده في قزمة ده صلاح بيتهرب ده صلاح هيعتزل دولي ده كابت حسام حسن مش عايز صلاح ده كابت حسام حسن ياخد شرط الكابتنها من صلاح ولا الهوى ولا الهوى ولا فيه اي حاجة من دي ولا ريح الدحت عشان كده الجهاز الفني المنتخب مصر استقر خلاص انه يغلق صفحة حضور محمد صلاح الى المعسكر القادم في دبي عشان البطولة الوديلة هيبقى فيها تونس وكرواتيا ومنتخب نيوزيلاندا فيش أزمة فيش مشكلة مبارح بس التحفو زي ما قلتم مبارح وهقوله دلوقتي تاني احنا منتصرع شباب احنا منتصرع رجالة بلاش البيانات السريعة دي واحدة واحدة ليفربول بعتلك قالك لو سمحت لو سمحت لو سمحت ممكن تعفو صلاح من معسكر دبي فانت هترد عليه برضو عبر ايميل يعني تقوله والله احنا محتاجينه الا اذا كان الراجل مصاب فبعتنا التقرير الطبية وخلاص موضوع زي ما حصل النهاردة كده موضوع هيخلص ببساطة لكن احنا بسرعة بيان من اتحاد الكورة بعد كده تصريحات اعلامية للكابتر ابراهيم حسن وربعة تكتك فالموضوع بان وكأنه في مشكلة او سخنة او او في ازمة ما نتصرعش ولو سمحتم انا بكلم مسؤولي اتحاد الكورة لو سمحتم يا حضرات يا محترمين يا مسقفين يا متعلمين يا شطرين بلاش التصرع فكروا واخدوا قرارات متزنة وزكية خاصة فيما يخص التعامل مع الاعلام والجمهور احيانا ما يبقاش فيه ازمة بس ان انت تصغها بطريقة خاطئة تخليها ازمة وما كانش فيه ازمة ببساطة انا بتجنن من فكرة ان احنا ما بنقدرش الرموز بتاعتنا انا اقدر جدا الكابتان حسام حسن اسطورة كرة الكدم المصرية اقدر جدا البريم حسن اعظم صغير ايما نجي في تاريخ كرة الكدم المصرية وقدر جدا 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 محمد صلاح النموذج التاريخي الرائع في مصر فليه بنقعد نخبط ونشوف بعض في الهوى يعني قيت حتى فيه مضمون للموضوع فيه ازمة حقيقية مش هزا ارجع للايام كاسلون الافريقية واصل صلاح ادعى الاصابة واصل صلاح بيهرم من المنتخب الراجل حال الوقت ما بيلعبش كورة لعي مطشف النص كاليفربول يستعجيله عليه راح تصاب تاني مفيش وضع حياة الراجل محمد صلاح خلال عشر سنوات مع منتخب مصر هو اكتر لاعب في هذا الجيل شارك في مباريات مع منتخب مصر وبالمناسبة جديد رجبة سامويل اتو ادي بايور نوانكو كانو من تاني افاركا يعني باتريك مبومة كل اللعيبة الاساطير افاركا دول ياما ياما تغيبوا عن منتخبات بلدهم وبطريقة دمها تقيل ولا اصل انا مش فاضي لا اصل انا عندي مباراة مهمة وادعوا وعملوا كل حاجة وفضلوا اساطير صلاح عمره ما عمل كده هجماعة بص على التاريخ بص على السي في بص على الخلفيات بص على تفاصيل كثيرة ما تقعدش تسمع اصل انا اقول لك حاجة اسهل حاجة في الدنيا يقول لك دايما المتلقي للاعلام يحب يسمع دايما قصة مسيرة ازمة مشكلة حاجة فيها توطر مش بيميل قوي لفكرة انه كل حاجة سليمة كل حاجة زي الفل والكلام ده كله ده طبيعي في العالم كله مش هنا احنا كمواطن مصري او عربي بس اوزن الكلام انا سهل علي اطلع اقول لك صلاح المجرم صلاح الخاين صلاح الكرسة فاهم؟ واهم شوية ناس وشوية لايقات وشوية شيرز وهتبقى الدونية لذيذة بالنسبة لي لما تسمع حد بقى يقولك الكلمتين دول قعدين توزن الكلام اه يعني صلاح خايني ازاي عمل اي يعني مش هتلاقي سبب اه يعني هو صلاح امتى تهرب على المنتخب مش هتلاقي تهرب اه صلاح امتى عمل ازمة في المنتخب ولا تخنيه مع مدرب مش هتلاقي تخنيه مع مدرب اه امتى صلاح جيمه عسكر للمنتخب واتتنك على لعيبة بقى وعمل نفسه انه هو نجم النجوم وقسطورة الاسطيل وهو فعلا كده يعني امتى عمل اللحظة دي هتلاقيه متواضع والعيبة كلها بتتكلم عنه كويس فين الازمة مفيش ببساطة يعني دايما نقول ربنا يديم علينا هذه النعمة هتقولي يا ام ما تقفورش يا جماعة هي كلها سنتين تلاتة وصلاح سنة الحياة هيبطل كورة ان شاء الله يا رب يقعد عشرة كمان يا رب يعني ساعيتها هنقعد نقول كلنا ولا يوم من ايام صلاح فين صلاح فين ايام لما كنا بنفرج ع الدولة الانجليزية ومثاليين صلاحيين وجول فين ايام لما كان صلاح بيلعم مع المنتخب والمنتخبات كلها بتخاف مننا فين ايام لما كانت الجماهير في انجلترا بتهتف بتقول الملك المصري وتقول اسم مصري في المدرجات هنقعد نقول كده ان شاء الله ربنا يكرمنا وقتا من محمد صلاح الله اعلم بالغيب بس يعني نقدر بس اللي احنا عايشين فيه ده ترجمة نانسي قنقر